نتابع معك أحمد هذه الكلمة للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ارصد لنا أبرز ما جاء فيها بالفعل زاهرة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يقر بتعرض قاعدة عسكرية إسرائيلية لقصف إيراني يتحدث عن أن الصواريخ سقطت داخل هذه القاعدة العسكرية لكنه يزعم أن الضرر الذي تعرضت له هذه القاعدة العسكرية هو ضرر خفيف ضرر ليس كبيرا كذلك يزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن معظم الصواريخ التي عطردت جرى اعتراضها خارج المجال الجوي الإسرائيلي علما بأن عشرات الفيديوهات انتشرت خلال الساعة الأخيرة تشير إلى اعتراض عدد كبير من الصواريخ داخل إسرائيل في المجال الجوي الإسرائيلي وإلى أن عددا من الصواريخ سقط داخل قواعد عسكرية قاعدة واحدة أكدها الجيش الإسرائيلي كذلك سقطت شظايا الاعتراض في أكثر من منطقة منها في مناطق مسلوبة الاعتراف في النقب أدى ذلك إلى إصابة طفل عربي بجراح بالغة الخطورة بالإضافة إلى سقوط شظايا الصواريخ في منطقة أم الفحم نحن نعرف عن المواقع العربية لأن عارة العرب يتداولون هذه الأنباء لا نعرف بالضابط ما الذي جرى اعتراضه أو إن كانت شظايا الصواريخ قد سقطت أو صواريخ حتى في المناطق اليهودية حتى الآن بالتأكيد لا نعرف ما الذي يحدث داخل القواعد العسكرية للجيش الإسرائيلي لكن بحسب الإعلان الرسمي للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يدعي أن إسرائيل اعترضت الغالبية العظمى من الرشقة الصاروخية الغالبية العظمى من الصواريخ التي اعترضتها خارج المجال الجو الإسرائيلي لكن المهم أنه يقر بتعرض قاعدة عسكرية إسرائيلية لصواريخ مباشرة على الأغلب هذه القاعدة هي قاعدة نيفاتيم العسكرية وهي أحد أبرز قواعد سلاح الجو الإسرائيلي الآن في هذه الأثناء الزاهر اتصال هاتفي بين وزير الأمن الإسرائيلي يو أف جالانت ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بعده بدقائق اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن نترقب بعدها وصول الطائرات المسيرة الإيرانية إلى إسرائيل وبعدها نترقب ردا إسرائيليا تتوعد إسرائيل به وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن اتصال بايدن وأوستن وكذلك اتصال بايدن ونتنياهو واتصال أوستن وغالانت هدفهما بحث بالأساس الرد الإسرائيلي على الرد الإيراني على الهجوم على الكنسلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق الولايات المتحدة تضغط بأن يكون الرد الإسرائيلي محدودا وأن لا يؤدي ذلك إلى جرء المنطقة إلى حرب في سنوات سابقة تحديدا عام 1991 نجحت الولايات المتحدة في منع إسرائيل من شن هجوم عام 1991 على العراق العام الماضي على لبنان في 11 أكتوبر الماضي لكن من غير الواضح إن كانت الإدارة الأمريكية ستنجح الآن في منع إسرائيل من شن هجوم على إيران تتوعد إسرائيل بأنه سيكون غير مسبوك وتتوعد بأنه سيكون حازما لمنع إيران من تكرار هجماتها على إسرائيل إذن ظاهر الأحداث لم تنتهي هذه الليلة ولازم نترقب ما الذي سيحدث على المدى القريب وعلى المدوسط أيضا خلال الفترة المقبلة